نقدر أن نقول أن هذا التعاقد جانب بعد الانفصال الودي مع فوزي البنزرتي اللي تبقى مدرب كبير واللي كذلك ما عندي إلا أني نحييه من هذا المنفر هذا ومن هذا اللقاء لأنه وأنا كان توضع معه أصبح كذلية أنا في خدمة الرجاء إلى خصصتك رئيسي حاجة ولا بغيتي شي استشارة يمكن لك تصل بيها أنا موجود مع العلم أننا دوز أنا وياه نقطة نقطة كل الأمور اللي كتتعلق بالرجاء والنظرات يقول لهم اللي ما كانش قاد يقولها لي وهو كيمارس نقدر نزيد الإضافة بأنه سيموندير من نيجا اشترط لأنه باش تجيب مدرب من بحل سيموندير قال لقصني تعقل اللي يكون لأن هذه هي الكورة العصرية أنا ما كيجيش مدربه كي يدير كل شي رقصنا محلل دي المباريات دي الفيديو دك اللي فيزيوناج اللي ما كانش عندنا اللي أول مرة غدار واحد سيد ومحترف بسافة كبيرة كان مساعد مدرب ديالو الأول تاوكاد الإلكتونسي اللي بتجربة كبيرة وديبلوك كبير الرجاء غادي بتلاع من غدار يكون عنده موعدين بدانيين وليو ديال واحد لأنه وقال لكالو الواجهة اللي غاللعبوا عليهم كتطلب منا أنه يكون عندنا جوج ديال على الأقل ديال الموعدين البدانيين انتخابايسي على كان مجدو واحد عن كوتش مونطال اللي في الحقيقة ما كنتمش كان خدمو بيهم الرجاء ما كانت خدمش بيهم ولكن حسب ما تبشيب لي وما أورياني من خلال المشروع رياد اللي قدب لي اللي قتنعت بيه شخصيا يقدروا من يكونش إخوان اللي قتنع بيهم هنه غادي نفتاح القوس بيس متكلم تعالى على الجماهير اللي كاتبول اللي والاس كاتختار موضر ريب ممكن تختار ممكن تشكيله والتقنية وهذه المسائل هذه أنا الجمهور على رأسي وعينيه وأنا تقولها دائما هذا العبد المدني بالرأيز دير رجاء عز الدراوي مشروع دير للجمهور اللي سنطلب منه مثاندة لهم هذا الجمهور هذا رخصي أعظر هذا مشروع أتحمل مسبوليتي في المدريب بحدي شخصيا أتحمل ما غادي نقوله لجل تقنية ولا نتحاسبه آخر الموسم أنا الكفيني اللي فرجاء أنه وجيت ودت واحد المسائل اللي أنا سنظن بأنه مش غير ساتسفي واللي أقولها أنه هكتني هاد الأيام وهاد كل شهور اللي دازت بدنيا وجسديا ودهنيا وفكريا والله العظيم إلى درجات حتى في مقاومة ديال التشويش والميكروبات والفيروسات أنه قدر نقول لك أنه نهكت لدرجات تنفكرنا بشي بحالي وأنا أقولها والله العظيم هو مكان هذا الجمهور وهذاك الحب اللي تنلقن عند الجماعير مي سنخلص الزنقة ولا في الشارع ولا مي سندخله ولا مي سندخله لشي متجر ولا ندخل لشي بلاصة ولا في شقه هو ولا في شارع سنرو رأي ذاك الحب هو اللي شادني مازال بش نقوم هذه الجماعير أنا تنقول هذه الجماعير هذه اليوم التفوا حول فريقكم ما أنا ما عندي لا أنا قل لا لك أنقلب لا على كرسي ولا على رئاسة غادي زيد لك رئيسي مع اليمني نخلي الجمهور أني تنشوفوا غيو اللي في مواجهها مع الرئيس أنا سندرع الجماعير دينا الجماعير ديال داك الميكروب أنا سنعرف على لا ما تنسوقش لها فيزا في ديال الجماعي أخرى قسمان بالله أنا كنقولها إلا ما بقاش الدعب ديال الجماعير ديالنا أنا حط ليهم السويرتات قبل ما يسهلي هاد الموسم هذا هاد الفادرة غتفرح دوك الميكروبات اللي خدامها به هاد شيء ولكن هاد شيء أعطى الله إلا كنحب الجماعير مازال ومساندة أنا مستعد نزيد نضحي من وقتي من صحتي من مالي لكتر من هاد شيء يدرت غياب هاد المساندة المطلقة أنا سنقولها المكونات الرجوية الحقيقية أم اكترون معنا الرجوين رجوين للي تقولون رجوين رغم ما بغينش المكونات رغم ما يحفروا رغم ما الذي يريب للا بغيت حد فعليا مدرب مغيش على المنذير الكبير شيء ما بغيت تجيب لهم لا لا بغينا بيزا أعرف شخص بيزا علم ما بيزا تقولها يتخلص مئتين مليون في السمانة مئتين مليون في السمانة عندهnde بيزا ملسكVES ثناشن مليار بسانية 12 مليون ديال الأورو بتيت خلصي الأسبوع وإحنا ما فكيناتها دعوينا مع اللاعبين ونادي تقول يا جبلية مدرب يا جبلية مدرب جنوب أفريقي بغي 150 مليون بالشرب وخلج بوري عاولوا ويدير ليقارتون ونديروا دونوري دور وخلال داربي دا كلها الدور وما غاديش نتفكوا مع هادشي ونكونوا واقعين ونكونوا صراحة إلا بغينا نجحوا هذا المشروع هذا ما عندنا لا غاية سياسية ما بغين نحكموا مقاطعة ما بغين نسيوا البرامة أنا قلتها في آخر مقاط ديالي إلا شتيني جيت شتيني بشي لائحة أنا قلتها رجوموني باش ما نقول شي كلم أخرى مني سنزعف ومسنا عقصنا عرف قاعدة سنقول والله هذا ربما خاطع ديالي ولكن ما نجحنا هاد المشويشين يصدع لنا هاد اللقاء وهاد جريبة هادي عندنا مشروع تاموها رياضي جبنا ليه الناس اللي شنهم صالحين عاونونا بدعم وبسكات بغيت تعاونوه بغيت يزهدر واجه المشويشين وكينا واحد المسألة اللي وقعت ونستغل الفرصة لتقديم ما هاداته واحد الانسيدان وقعدين في الافتتاع الأكاديمية اللي بغوا يخسروا العلاقة للمنخارطين معنا أنا سأعبر عليها من هنا روح 80% من المنخارطين الناس مزيانين نراجويين حقيقيين هاد الناس هادو لو جهوهم انا غنعاود بحفل استقبال كبير بمسواهد مؤسسة المنخارطين الناس مزيانين الانتنظيم دارته الجامعة دارته الولاية كانوا معنا ناس مخلطين بمالكية انا عرضت على الصفراء وقالوا لي لا وحيت هذا البروتوكول واعتدرت لهذه الصفراء اصدقائي افريقا اعتدرت لهم باش يحضروا باش ما يحضروا لهم لانه المتة والعدد في 120 ما فوق الطاقة مني لحنا بيناتنا عائلة وحدة اجيو مرحبا بكم ديروا اخرى ديالكسكسو ونقلسوا مصوروا المرافق ونحن ثم نطلب مرافق ويقولوا فيني جيوة الوالدين اللي بغوا سنطلبوا ذكى الهلية بجاز من عندنا نادي تتريني و تأخد عنجي و تأخد صندويش فهذه البلاسات منا عندنا قوزين عندنا دلسوق انهم جاريسة او نشيطين فيروسات والميكروبات اللي رأينا تقول لهم لا يصوروا لي الابقت الدعم والمساندة لا يوجد مبغي ونخليكم منكم إليهم رجعوا إلى عهد ما غنسميهمش عهد الأقزام رجعوا منكم إليهم الله يعاونكم أنا متفرج فراجة في تلبازة بضاري ولأحسنتيكي نشريه وجهي متفرج بعليها أيها الناس وغادي نكون أول مسانيد لأي ذا اللي غادي جي باش يأخذ هذه المساهي شكرا شكرا سيد الرئيس نواصل هذه الدوار لتنقل السيد المدرب أولا سيد الرئيس وليم رحمة لك نعيشك مرحبا في فجأة التعاقل مع الرجال بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء مرحبا بكم السعيد باش نكون في معاكم في نادي بالقيمة والقامة منطع الرجال العالمي المفاوضات صارت منذ مدة كانت في اتصالات جانبية في الفصل الصيف وسنة فارطة نفس الشيء نكتب المكتوب في الفترة هذه باش نكون موجود على رأس الإدارة الفنية للرجاء الرياضي قبل ما نحب نحكي على المشروع اللي نتكلم عليه بكل دقة سيد الرئيس نحب نتكلم في كلمة كلمة حق في السيد فوزي بنزرتي فوزي بنزرتي قام من القامات تونسيا والدولين نجح بشي مثل المدرسة التونسية أحسن تمثيل وهذا اللي خلى اللي افتح الباب العدد كفاءات خرين تونسية بشي دخلوا للدور المغربي اليوم مراجا جدت الثيقة في المدرسة التونسية خاطر كان كما قلت سيد فوزي بنزرتي نجح في المهمة هذه وفتح المجال لكفاءات أخرى كما لسعد الشابي كما العجلاني كما العديد من مدربين التونسا اللي كانوا أحسن سافير للكرة التونسية كلمة نحب نقولها في شخصه اللي أعمل كل ما بوصعه بشي خلى الرجاء موجود عالميا ووطنيا بالنسبة للأمضاء العقد اليوم صار بعد ثلاثة أربع يام من متابعة كل جسيات اللي موجودة في الفريق تابعت كما يلزم الثلاثة مقابلات الفارطة شفت نقاط القوة شفت العديد من النقاط الإيجابية شفت القيمة متع كل لعب موجود وعددنا العدة كما يلزم بش إن شاء الله تكون البداية متاعنا ناشحة ويرجع الفريق الرجي للسكة سكة الانتصارات وإن شاء الله يحقق الأقاب ويلعب على الأقاب لكل السنائات سن سارمان في البداية متاعي ما فماش نادي خذيته وكان في وضعية سهلة ولا في وضعية مرحة سواء الأندية التونسية ولا الأندية خارج الحدود ولا حتى المتخابات لكن الحمد لله وين غادرت لأي نادي وأي مكان فنيا اللعب على المستوى الفردي تحسن لمرضون متاعه جمعين الفريق تحسن القيمة التسويقية متى اللاعبين ارتفعت أي نادي دربته إلا وكان فيه العديد من اللاعبين يمشيوا للمنتخب وهذا هام وأكثر نقطة في التجارب التي تعديت بها كنت ديما ندخل اللاعبين أبناء النادي 19 و20 سنان نفتح لهم الفرصة بشيكون عندهم شأن في المستقبل والقيمة التسويقية لهم هما والنادي تكون قيمة كبيرة يصر هذا حاجات ديفالور أمن بهم والحاجات الحمد لله نجحت فيهم عملت تقريبا أكثر من 70 مقابلة إفريقيا في إفريقيا على مستوى الشامبينز ليك ولا على مستوى الكاف ولا مع المنتخبات تقريبا 35 مقابلة مع المنتخب التونسي 70% من المقابلات لعبت مع المنتخب التونسي كانت انتصارات وهذا أحسن معدل التحقق في تاريخ الكورة التونسية على مستوى عدد الانتصارات في البركور يعملت وما عملناش دو ديفات سيكشيسيف ومعنش سهل كتصير 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 الرياجي تعمل راكسيون كبيرة ديني دن جران كلوب مشروع رجاء مشروع طموح تصير في بعض النوادي في بعض الفترات تمر بفترات صعيبة فترات لا يوجد الريزولتات لكن إذا ترجع للسيكة الصحيحة أكيد تضافر نس كل رجاء عنده جمهور عالمي استثنائي رجاء عنده رجاء الكبار وراه تخدمو رجاء عنده النهار بشتخليه في مستوى عالي جدا إن شاء الله لكل الأطر هذيك اللي موجودين في المؤسسة بتعطي كل واحد يخدم خدم 200% وأنا متأكد اللي رجاء بشترجع للسيكة الانتصارات بشترجع إن شاء الله بشتقلق وطنيا وإن شاء الله إفريقيا وإن شاء الله نرجع نحصدو الألقاب بشترجع على الألقاب الكل فريق كبير كما رجاء هذا تخلق بشترجع لعب الألقاب وإن شاء الله ننشعه في المهمة متاحة بشترجع 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 سيطرجع سيطرجع السلام عليكم وطحية لجميع عبدالطلاء وطرديوم مدينة مدينة وطر العربي أولا البداية بحيي السيد الرئيس على المشهودات اللي كيف دلها من أجل رجاء الفرح كالصحيح حدي لأن بدل المشهودات كبيرة كبيرة هذا بشي قدامك نقول والي أن من أحسن الرؤسة لأن نحن الناس اللي كيتابعوا الرياضة يعرفوا هو من أحسن الرؤسة اللي الآن كيتر أصفر رجاء وطرده وقدم جهودات كبيرة أجلب واحد عدد ياللعبين كتار كتار بناء عن نجلة التقنية اللي كانت وشباب أول النبقاش هذا تشكوراتي لك عن المشهودات اللي قدمت لها الرجاء السؤالي سأطرحوا على السيد المدرب أولا مرحبا بفارق الرجاء وفي المغرب سبق المدربين توانسا دربوا الرجاء ونجحوا معها كالبنزارتي والشاب اللي طبعا اعطوا صورة حقيقية للمدرب تونسي على السعيد الإفريقي مجيئت للرجاء وفي هذا الدف بالدف وتركيب اللي كينا وش طلعت اللاعبين شفت اللاعبين لأن خلال نتاع التركيبة محتاج الشيء المتدر منها وإذا تجيبون على هذا الشق بالضبط لأن نجي تبوح الضرف لأن نفروض تجي وتشوف وتقول لهم فإن يستعاد شكرا أول شيء مباركة الله فيك طب بعد كيف يلزم الفريق الثلاث أيام من الأخيرة هذا السلام للعبة المتدر من المتدر السلام الشيء بإن الأخيرة الثلاث الشيء التي أعطل وإن المتدر فيما نعم دائما يعملون طالبين على العمل على المدينة على المدينة كتابة للأسفل على المدينة على المدينة والعيشة هذا كل ما يوجد التعاملات وعيشة الوضع على المدينة ويساعدنا في التعامل، وفي التعاملات، ويقالنا بشكل أفضل هذا هو مرحباً في الدايات الموسم هذا مرحباً لأنه سنتجي في 12 أعب جاء وجود للفريق عندي تصور بش نحاول محطوب بالعمل مع المساعدين مع الفيق الدرفاني وإن شاء الله بقدر تسالحها عليم تراو انت خوشي الجو طريقة لعب تليق بتاريخ طريقة لعب فيها برشة كاركتير برشة كاركتير برشة نمشي ونأي ميدان مش نفضوا عن سكن أدف المخاف لكن هذا الكلام يسموه الترجم كي نتجرى ونجرى وعظنا كي نلعبوا ونلعبوا في كواعدة بالنسبة لي أنا نأمن فراجة الأستار سيلي كيمب المجموعة كان فما ليش في الفراجة هو المجموعة هو الفريق الفريق يتعدى قبل أي اسم أو أي لعب أصحيح هذا مقارب يجب أن أرجع عمل الشيء نتائج إذا تكون نتائج طيبة وإذا بيقش براجعة في الفترة هذه إذا بيش ترجع حسبنا هم ضغط كبير تصور عليهم خاصة من الناحية الذانية بشيخوا ورشع عن العمل النفسي العمل الذاني وإذا بيش ترجع راجع السكة أصحيح عن تعم الآن ما يقضل في طريقة العمل نتائج 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 النتائج نتائج نشكل أكثر من 50% ويجب أن أهم نشكل ful جد مصر شكراً 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 هل نتائج والمع سؤال شكراً خرج قمikte المقابلة الثلاثة حلة لهم كاملين مع شي فانيين ووصلت تقريباً لنقاط الخلال في الكاينين كومن واحد الفكرة اللي أنا نقشت معها هي اللي كان موضوع دي المحوط المشروع الرياضي ها هالفرقة 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 ندرنا واشقال ما قال هالفرقة هالفرقة عقم انه عندنا والنحس والعكس والعين وش عمد نغل هالفرقة يالك تخفي وها اغفرقة سيد رعيس نعم مع الله ايجاب 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 انا مصرر خلالة ماشره باقي صاحفة ايجاب محبب البلس هالفرقة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا نانسي قنقر 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 شكرا نانسي قنقر نانسي قنقر